هتمشي معي ثلاث مراحل أول مرحلة الشرباط ثاني مرحلة السميد ثالث مرحلة الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الكريمة أو القشطة اللي فوق الشرباط بتاعنا كباية سكر كباية مية بس في الطبقة الثانية عندي معلقتين كبار زبدة كباية سميد وكباية لبن بس كده ماشي الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الكريمة أو نقدر نقول عليها القشطة كبايتين لبن وكباية سكر معلقتين كبار نشا ومعلقة كبيرة دقيق ودي هنا مهم جدا علشان الطبقة اللي فوق تبقى طرية ما تبقاش نشفة وفانيليا وممكن بدل فانيليا يكون مية ورد وكمان هطعامها بقى بمعلقتين اشطاق ووش اللبن اي حاجة موجودة عندك في التلاجة لو بتحب تجمعي ووش اللبن هيبقى حلو جدا جدا في الوصفة دي كباية مية وكباية سكر يلا ادي كباية المية وادي كباية السكر ناخدش بقى ولا شربات تاني ولا اي حاجة هي دي كده على بعضها وهسيبها تغلي غلوة واحدة وخلاص هيبقى الشربات بتاعي خلف فيش اسهل من كده في الدنيا وانا شغالة في الخطوة دي هشتغل كمان في خطوة تانية يعني متخيلين كله كله مع بعضه كده الخطوة التانية بقى ان انا هحمر السميد او هسويه على عين البوتاجاز ما بتدخلش زي ما قلتلك تلاجة ما بتدخلش الفرن هي بتدخل التلاجة تسقع بس اول حاجة هنحط الزبدة معلقاتين زبدة هنا ادي بقى حمر السميد بياخد لون كده ايه دهبي حلو كده والخطوة اللي عملناها الاولانية خلص الشربات بتاعنا بيتغلي اهي كوباية الماء والسكر بيغلو مع بعض والسكر خلاص ديب بعد ما السميد اديته تحميرة هروح نازل عليه بسم الله بالشربات اهو كده وكده هي ما بتاخدش ايه شربات او اي حاجة تاني خالص خالص بس كده وهاخدها بقى على النار هناك شايفين اللون بتاع السميد اهو هيتشرب بقى ويبقى عسل 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 يلا بينا واحنا بقى بنقلبه كده بيتشرب تعالوا نعمل مقادير الكريمة كمان على البارد الاول هحط هنا في حلة نايس كوكر اه ان شاء الله هتعجبك جدا ادي كوبايتين لبن انا الوقت يا جماعة بعمل الكريمة ادي كوبايتين لبن ادي السكر ودي برضو رشة فانيليا كل مقادير الكريمة على البارد معلقتين نشا واحط معلقة دقيق علشان تفضل الكريمة طرية تديني احساس القشطة بالضبط ما تدينيش احساس مهلبية نشفة عشان كده ما بنعملهاش كلها بالنشا لازم معلقة دي دي مهمة جدا وكده كمان طبقة الكريمة خلصت معنا وبعد كده اروح جاية رفعها على النار لما كله يضوفوا بعض وادي طبقة السميد عندي بصوا بيتعمله ازاي اهي يا جماعة وكل ما هتقلبي فيها كل ما السميد عمل يشرب في السويل وتدخن معايا بالشكل ده اهو بس هنا اوعي تنشفيها قوي لان هي لسه لما تتحط في الصينية وتبرد هتشده اكتر السميد عامل زي الاسفنج كل ما بيقعد بيشرب السويل ويشده اكتر فعشان ما تنشافش منك وهنزل بطبقة البسبوسة او طبقة السميد اللي انا سوتها على البوتاجاز عشان كده قلتلكم ما بتدخلش الفرن بصوا عاملة ازاي وشايفين الوق بتاع نايس كوكر الله اكبر عليه بصوا عسل اهو ولا الهوى بعد كده بقى نسبت كده الطبقة دي كده ونوزعها بعيدها كده نعم وبعد كده هجيب الكريمة اللي اتعملت زي ما قلتلك عندك قشطة او عندك اه وش اللبن هتعملي ايه هتحطي دلوقتي اه بعد ما شلتيها منع النار يعني وبنحطش القشطة وهي على النار بحطها كده تدوب في السخونية بس بتاعت طبقة الكريمة اللي عملناها عشان تدي طعم اقوى وتدي تستعلي جدا لما بتتحطي على النار لو غليت مع الكريمة التست بتاع القشطة بيضعف كده يعني كده دلوقتي كريمة دي كلها هتاكل طعم القشطة كأن كل دي معمولة قشطة اهي صفوف قشطة خفيفة جدا ما شاء الله عليها يلا ستي باس وهنقلبها بقى مرة واحدة كده هوا على الجمال بتاعنا ده يلا بينا يا صلاح نشوف سوف هنعمل ايه بسم الله يلا يا باشا يلا يا باشا يلا يا باشا يلا يا باشا اهم حاجة الكريمة تنزل وهي سخنة كده ما تسبيهاش تبرد في الحلة عشان ما تعملش وش بالشكل ده اهي تايفين ياخد تاني كده هوا بصوا وبعد ينوزعي كده طول ما الكريمة سخنة وبتوزعي كده وهي سخنة ما سبتهاش تبرد ده هتمشي معاك بمنتقى البساطة اهي بس كده وخلويس تبيها بقى تبرد خالص بنحط كياس على وشاها عشان ما تعمليش قشرة بص يا صلاح شكلها عامل ازاي على وش الصانية نفسها واسبها تبرد خالص في المطبخ وبعد ما تبرد خالص ادخلها التلاجة ساعة ساعتين كده وايه اعيشي بقى يعني بصي الكياس نحطها كده في التلاجة واتيوم على الوش نفسه كده بالشكل ده هنتبضل طرية ما تعملش قشرة لما تبرد بس يا سيتي وهنركنها على جنب تعالوا بقى نشوف الامر بتاعتنا دي العسل دي نعمل فيها ايه دلوقتي عايزين نجيب ولا صغرونة خلاص دي ايه اه دي كده شكرا بتاع ماشي بص يا باشا جيالك اه كده كويس يلا يا باشا ما انا جيال انا هنحطها فوقيه باش عارف احنا هنعمل ايه هنعمل كده يا سلاحة بصوا كده وهنزل كده ايه بسطانية بصوا الشكل بقى شوف بقى الطبقة عاملة ازاي مع البسبوسة ومع الكريمة بالشكل ده احنا عندنا طبقة حلوة ومعذبين نفسينا ليه طيب تلناني كده يا سلاحة معلش معلش يا اخوي بسم الله اهو وعذبنا صلاح معانا وعذبنا يعني كنترول طبق اهو بصوا بقى المنظر وشوفوا الجمال اي حاجة مكسرات عندك تحطيها على الوش هيكده مش محتاجة على الوش ولا كريم شنطي ولا ايش طايا فيها كل حاجة الطبقة دي فيها كل حاجة مش محتاجة تحطي عليها غير لو عندك بس مكسرات والله ما عندكش هي شكلها الوحده هيكاية ما شاء الله عليها المنظر ده اي اريهلكم بالوقتي من جميع النواحي يلا نا لا احنا هنفتي واي اي حاجة في اي حاجة بصوا كده اللي دي البسبوسة بالكريمة دي البسبوسة بالقشطة تقدر تقولى عليها كل ده بس يا س dr بصوا الانشياكة بتاعتها Kravin لازم تجربوها لازم تتجربوا قد ايه الصنف ده على قد الطبقتين اللي فيه الصنف ده خفيف جدا جدا طعمه حلو جدا جدا وراقي جدا لا تتخيلوا قد ايه